السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم طلبة طالبات السنوية العامة. هنكمل معكم ان شاء الله معادلات الباب التاني. حسب طلبات بعض. زمالكم. اه طبعا بناخد معادلات بس وان نتكلمش كتير لحالة فيزيائية عشان من قلش المصطر مش هعمل لحالة فيزيائية. لا انا معتمد على الله ثم على المعادلات موزونة او متزنة. والترجمة الحرفية للمركبات اللي عندي. ده اللي انا معتمد عليه. حكاية الخواص الفيزيائية او الرموز مكتوبة عليها اس ولا اكوس ولا دي موجودة في الكتاب عادي مش مستهلة ان انا اعلق فيها. الراسب احمر او كزا او كزا او كزا او تصاعد كزا ده برضو مش مركز عليه لان المعادلات انا بفسرها لكم بس عشان تعرفتها اللون. خلاص بقيت المعلومات مكتوبة عندك بالنص في الكتاب وعندك بالنص في الكتاب. انا الوقتي ماشي بترتيب كتاب المدرسة لان الامتحان ما بخرجش من كتاب المدرسة. وبقولها تاني وتالت ورابع. حتى في نمازج الاجابة واحنا بنصحح مكتوب السؤال ده في صفحة كزا في كتاب المدرسة. خلاص? عشان برضو الموجه بتحاسب اللي بيحط الامتحان. خلاص? يبقى الوقتي هنا تفاعل نايت ريت السوديوم مع حمض الهايدركلوريك المخفف. دي طبعا رقم ستاشر ونمشي بالترتيب كده ونرجع هزا الكلام في الكتاب. خلاص انا بسهل لكم بس الامور عشان تعرفوا تزاكروا ومتحلوا لايه المعادلات. وبورقة وانا زي ما قلتلكم شوفوا الحلقة اكتر من مرة وسجلوا المعادلات بخط ايديك وكده في اي ورق فلوسكاب كده هو نظموها عشان تبقى سهلة بالنسبة لكم ان شاء الله. رقم ستاشر ده الترتيب النهارده عندي في صفحة المدرسة او كتاب المدرسة صفحة تمانية وعشرين. يعني بداية النهارده من صفحة كام تمانية وعشرين. الحلقة اللي قبل كده ما قبل ايه التمانية وعشرين. يعني سبعة وعشرين وستة وعشرين. دفاع النايت ريت السوديوم زي نطرات السوديوم بالزبط. ولكن بنقول انه اهتو. يبقى اسمها نايت ريت مش نطرات. نطرات انه اسري. انتو المفروض شاطرين في هذا الايه? الكلام. خلاص. يبقى نبدأ النهارده ان شاء الله. اه الصفحة هتبقى تلاتين. صفحة تلاتين. اكتاب المدرسة. عندي نايت ريت السوديوم زائد اتش سيل. واطالب مني كده المعادلة. انا بترجم المعادلة. ملاحظين اني ما حطتش ايه مسافة هنا. ومش هحط ارقام لان ده احادي. وده ايه? احادي. سهم بس منساش مخفف. ضايل. عايز اكتبها بالعرب مخفف مفيش مشكلة. ضايل ضايل بس اكتب هذا الشرط. لان الشرط ده مهم بالمناسبة. طيب المعادلة ديت حلها عادي خالص يعني ايه عادي? بصوا كده. بنقول سوديوم. وانه اهتو. هنا اتش. وهنا ايه? سي مع هيديني. زائد حمض نيتروز. حمض ايه? نيتروز. اتش ان او تو. يبقى ده حمض نيتروز مش حمض نيتريك. ولزلك اللي جاي بعدها ايه? مع اثر حرارة. على حمض ايه? النايتروز. وبالراحة خالص عشان ديت عايزين نفهم. نفهمها يعني صعبة? لا مش صعبة. بس فيها تكز وي راكت. اده حمض نيتروز. اتش ان او تو. سهم. وعليه حرارة. اصر حرارة عليه. بناخد تلاتة. وركزوا بقى التلاتة دي هاشتغلها ازاي? طيب. الراحة بقى كده مع بعض. تلاتة. اتش. تلاتة. اتش. خلاص. طيب. هنا تلاتة. ان او تو. يعني ان او تو. ان او تو. ان او تو. طيب. عايزين نعمل ايه? هنجيب اتش هنا. واتنين اتش هنا. طب لازمة الكلام ده ايه ما انا احفظها على طول? انتو احرار. عايزين تحفظوها احفظوها. انا بفهمكم المعادلة جات ازاي? حسب طلباتكم برضو. ان انتو طالبين عايزين نفهم المعادلات اللي في الباب التاني. خلاص? لان في ناس حفظوها صمو خلاص. ممكن اجي ساعة الامتحان. ما اناش عارف المعادلة دي بتتحل ازاي. انا كنت حفظوها ونسيتها. هو ده الكلام اللي بتقال. خلاص? فبالراحة كده وبيهدو. احنا عملنا النقطو في تلات سطور. ليه? شوفوا الحاجة البسيطة اللي اعملها لكم. اولا. هاخد زرة اكسوجين من هنا. لمين? ها? شوفو كده? للتنين هيدروجين مش وقفين منظرة. يبقى انا خدت واحدة من هنا بقت النقو. ركزو معي. يبقى اول ناتج طالعه لايه هنا? اول ناتج طالعه لمي. يا استاذ ما تخلىها في الاخر زي ما معمولة في الكتاب. لا. احطها في النص في الاخر في الاول زي ما انا عايز احط. زائد. ها? ركزو. انا خدت ايه? اوه من هنا كان الناتج ايه? انه اوه. طيب ما انا اخد اوه من هنا وحطها هنا. لو بمزاجك يا استاذ انا اقول بمزاجي ولا مش مزاجي. هناخد O هنا فعلا شوف تبقى ايه من هنا N O طب ماهو الاتنين دول يطلعوا وهم شاطب على دي وعلى دي 2 N O يبقى دا اسمه ايه والسؤال اللي بعده مباشرة يقول لي ايه اللي يحصل لو اتعرض اكسيد النيتريك للهواء الجو بيطلع اب خراب النية من ثاني اكسيد النيتروجين نعملها لكو حالة نوع تانا اقولها تانية لحتة لكذا ال N O 2 خدت منها زرعة اكسوجين لمين الاتنين هيدروجين طلباها عشان تطلع مي وقد كان طيب ال N O التانية خدت منها O هضيفها على مين على ال N O 2 لا يا استاذ عشان لقيتش واقف مستنيها اه يبقى يطلع لي حمد النيتريك معادلة جميلة جدا 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 تاني خدت ثلاثة من حمد النيتروز هتلاقي المعادلة ماشي معنا بالراحة ومسكنها معلش جزئية جزئية اقولها تاني لاهميتها يعني ممكن تيجي اه ما اثر حرارة على حمد النيتروز خلاص بصراحة مهم ها قلنا الاتنين اتش طلبت اهم ال N O 2 الاول ن اذا اصبحت N O والهيدروجين خدت الاكسوجين وطلع مي ال N O 2 خدت منها O ها ليه عشان اضيفها على ال N O 2 ليه برضو عشان ال H مستنيها عشان تعطي حمد النيتريك طب اطلع لي N O و N O يبقى 2 N O طيب حتة اللي بعدها مباشرة ال N O ال N O 2 N O اللي طلعين ال N O 2 N O اللي طلعين ها لما يضافوا ليهم او يتعرضوا ال اكسوجين الهواء الجوي من الغرفة بتاع المعمل ها اتنين عمل مشترك و N O 2 هي دي الابخرة البنية اللي طلع ابخرة البنية طلع اه لون البنية طلع هو ده المعادلة اللي بعدها نيجي المعادلة الجميلة واللي يعني عايزة شوية تفكير بسيط انا كتبت المقدمة بتاعتها بس في الورقة تفاعل نايتريت السوديوم اده نايتريت السوديوم واخد منه خمس مع برمنجنات البوتاسي اتفضل يا استاذ برمنجنات البوتاسي المحمدة بحمض الكابريتيك يبقى حمض الكابريتيك معاي بصوا بقى معا كده خمسة اتنين تلات الارقام ده هي بس اللي نحفظه ونبدأ شغله مع بعض بقى ايه اللي احنا هنعمله هنا نمشي خطوة خطوة طيب بصوا معاي لذلك انا سيبلها حتة يعني كبيرة شوية لان فيها شوية شغل ايه اللي هنعمله خمسة ان ايه يا ريت اللي معه وراء وقلم يجهزه ويكتب معاي بصوا كده خمسة ان ايه وخمسة انه قوته ما فيهاش مشكلة حاجة طبعي طب وبعدين بالراحة برضو خالص ها اتنين ك اتنين بوتاسي خلاص واتنين مانجنيس اتنين بوتاسيو واتنين مانجنيس والاتنين فاربعة بتمانية ايه اكسوجين شوفوا انا جبت الاكسوجين فين لانه هيبقى فيه شغل الوقت يعني ايه شغل هنشغل ها تعالوا بقى كده تلاتة اتشتو وتلاتة اس او فور طيب بهدوء خالص كده عشان نشوف هنعمل ايه طيب التلاتة اتشتو طلبة كم اكسوجين ها طلبة تلاتة يبقى انا اخد تلاتة من هن يبقى تلاتة اكسوجين مع الايه تلاتة هيدروجين يبقى اول ناتج يطلع لكده وشطب عليهم تلاتة اتشتو او ادى اول ناتج زائد ها بقى ايه لخمسة خمسة ايه اكسوجين الخمسة اكسوجين هيروحوا فين هو انت بمزاجك او الساز لا مش بمزاجي بس بصوا الشغل ماشي ازاي اهو يبقى يطلع لي ايه خمسة يطلع لي خمسة ان او ها سري طب الخمسة ان او سري ما هو الخمسة سوديوم مستنياها اه اهي جميلة جدا اهي يبقى زائد خمسة ان ايه ان اسري زائد ها ركزوا بقى اشتوب على دي اشتوب على دي على دي وعلى التمانية نبص بقى الحوارات اللي بقية ايه هي الحوارات اللي بقية اولا انا عندي النواتج اللي بقية ايه انا عندي هنا المانجنيز ها وعندي البوتاسي او الهتان البوتاسيام هيستدعي او يستدعي مجموعة كابريتات واحدة ليه لان البوتاسيام عندي اتنين وهو احادي اذا محتاج واحدة كابريتات طيب و بعدين هيديني كي تو السوقفور يبقى دي خلاص زائد اللي تبقى متلاتة كام ها بصو كنا معايا اتنين السوقفور من اللي مستنيهم المانجنيز خلاص يبقى المانجنيز سنائي والكابريتات سنائي في اتنين عمل مشترك او في اتنين عمل مشترك يبقى زائد اتنين مانجنيز وفيها مجموات كابريتات يبقى كابريتات ايه المانجنيز مهمة جدا جدا المعادلة دي بصراحة لو هنعملها مرتين ثلاثة اربعة ونرجعها مع بعض كده ونشوفها خلاص يبقى الوقت هنا خمسة ايه بسرعة سريعا بقى تاني ها لاهميتها دي مهمة بصراح خلاص وقلنا نطرات سوديوم زائد كابريتات او برمنجنات البوتاسيوم برمنجنات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكابريتات يبقى خمسة اتنين تلاتة الترتب ده مهمة او اكسر كده اكسر خمسة سوديوم وخمسة ايه نايت ريت اتنين ك ها اتنين منجنيز وتمانية لاتنين فاربعة بتمانية اكسوجين شوفهم الاكسوجين قسمناها تلاتة للهيدروجين لان تلاتة هيدروجين طلبها بالاسم اهي اتفضل يا اساس اتبقى خمسة جات مع مين مع الخمسة نايت ريت عشان تبقى ناطرات عشان تبقى ناطرات خلاص يبقى الناطرات مع الخمسة سوديوم تمام ناطرات السوديوم طب وبعدين اللي بعدها على طول مباشرة نبص على البوتاسيوم كده البوتاسيوم معروف اللي هو احادي خلاص فطلب مت تلاتة كابريتات واحدة عشان يدي ايه كيتو السقوف طب اللي ناقص المانجنيز ها والمجموطين كابريتات اللي موجودين طيب ايه اللي يحصل اهيات بالقلم نزرق المانجنيز مع مجموطين كابريتات اتنين عمل مشترك اهو وطلع ايه اتنين ام ان اس او فور مهمة جدا 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 خلاص يبقى دي المعادلة رقم ايه تسعتاشر نيجي للمعادلة رقم عشرين المعادلة رقم عشرين تفعل كروريد السوديوم مع حمض الكابريتيك المركز الساخن دي طبعا مجموط حمض الايه الكابريتيك المركز طبعا حمض كابريتيك دايما بنخليه جنب السهم ما بنحطوش في الاول يبقى كروريد السوديوم الاول اتفضل يا استاذ ان اي سي قال زائد حمض كابريتيك اتشتوق السقوفور اكتبع السهم ايه ها حرارة وكونك لازم لاتنين دول بص ده سناء القاعدية الحوارة هو اي معادلة جيلي اكتبها الاول وزبط نفسك وزبطها نفسك في الايه في الحوار ده سناء القاعدية وده احادي احادي منين كلور احادي والسوديوم احادي يبقى انا لازم اول حاجة احط هنا اتنين واشتغل بقى تكسير كده هنا اتنين ان ايه واتنين سي قال ها اتنين اتش ومجموعة ايه كابريتات تمام بسيطة جدا وجميلة ان ايه تقس وفو زائد ها اتنين اعمل مشترك وديني ايه اتنين ان ايه سي ال اتنين ان ايه سي ال خلاص يبقى دي المعادلة اللي ايه عندنا شوف الحتة المتتالية بتاعتها اضافة النشادر لكلوريد الهايدروجين نصيحة نعمل النشادر الاول ليه عشان اقول لكم طريقة سهلة جدا للاجابة على هذا السؤال طبعا هنا مفيش حرارة ولا فيه اي حاجة ولا خالص يعني هنا منحطش حاجة خالص خلاص يبقى بيتكون سحب بيضاء مع زجاجة مبللة بمحلول ايه انها شادر خلاص لان ده اسم كوروريد الهايدروجين مش حمض دلوقت خلاص يبقى ال ايه سي ال ده خلاص بنقول اللي هو ايه جاز يعني غاز كوروريد الهايدروجين مش حمض ايه بقى راح بقى كده نعمل ايه زي ما بنعودكم في الحصص التأساسية في الكيميا بشيل علامة زائد وبضم بضم الحروف كلها مع بعضها بس شطرتنا الترتيب الصح زي اللي كان حطت النشادر الاول خلاص بصوا بقى كده ال ان يطرى لها مثيل هنا لا يبقى ان ها اتش سري لها مثيل هنا اه في واحد يبقى بقى اتش فور ها اللي بقى ايه لسه سي ال يبقى كوروريد الامونيوم يبقى سحب بيضاء من كوروريد الايه الامونيوم دي بتطلع تموجات كده في الانبوبة شكلها جميل بصراحة لان دي معدلة مشهورة في الكيميا بعد كده تفعل كوروريد السوديوم مع نطرات الفضة كوروريد السوديوم اتفضل يا استاذ ان اسي ال زائد كوروريد الفضة زائد نطرات الفضة فضة اي جي والنطرات ان او سي ري يلا كده كسر روابط المعد المتفاعلة ها التفاعل ده بصراحة والتفاعلات المهم ها السوديوم مع النطرات يبقى ان ايه ان اسري زائد ال اي جي اللي هو الموجب مع كوروري لواء السالب اي جي سي ال حزاري انه الام عاملين سي ال اي جي معلش مش هقول ان الشتم احنا قليبت كيميا بقولها دايما بالمناسبة في اي محاضرات او دروس او اي حاجة خلاص الكيميا الموجب الاول ها اللي على اليسار موجب واللي على ايه اليمين ايه موجب خلاص بقولها تاني وتالت ورابة لو حد فيكو عكس الكيميا العادية عادية كيميا العضوية نشأ الفيازة ما احنا عايزين مفيهاش مشكلة لكن هنا لا هنا مملوعة الموجب دايما على اليسار ها ويه اللي على اليمين ايه والذلك مجموعة الامونيوم موجبة والذلك ما تخش في تفاعلات عندي بتبقى دايما ناحية اليسار لانها موجبة بتتبع اصول الشغل خلاص يبقى دي بالنسبة ايه للمعادلة رقم اتنين وعشرين نيجي المعادلة رقم ثلاثة وعشرين تفاعل بروميد السوديوم تفاعل بروميد السوديوم مع حمض كابريتيك مركز ساخن فين بروميد السوديوم يا استاذ اذا السوديوم ترجمة حرفي بروم يعني بي آر زائد حمض كابريتيك مركز ساخن يعني كلمة مركز ساخن يعني السهم كونك فوق وتحت ايه مسلس او حرار اشتغل نشتغل هل نشتغل بالمنظر ده يبقى انا مش فاهم حاجة في الكيميا سناء القاعدية يا أستاذ اكتب المعادلة ونعدي يمين واشمال نصيحة بلاش كده بص بداية المعادلة في الاول سناء القاعدية ولذلك المعادلة اللي قبلها ايه محطناش حاجة لان دي احادي وده احادي من هنا يا أستاذ مهما جمعت النطرات احادية ولذلك واحدة الفضة ايه عنصر احادي السوديوم احادي وكلور احادي فيست وفيست تقول لنا كل شوية فيست وفيست وجها لواجزة بعض لانه ممكن اعرف رمز الفلز واعرف رمز المجموعة او العنصر اللي على يمين من اي واحدة مشهورة فيهم خلاص يبقى ايهما يعني مجموعة الكابريتات معروفة في الكيميا في اساسيات الكيميا نياه السنائية لازم تاخد اتنين هيدروجين يبقى تكافؤ الهيدروجين احادي طب الهيدروجين اتش اتنين ها ومتحد مع واحدة من الكابريتات يبقى الكابريتات سنائية خلاص ما هي دي اساسيات من اللي احنا هنبدأ نسجلها في الفترة الجاية ان شاء الله في كرص الكيميا اللي هنحاول نعمله باذن الله متوالي ومتتالي وراء بعضه على اساس اللي هاوز بقى يزبط نفسه في الكيميا في الاجازة دي تيشتغل معنا في الكرصات اللي هعمل باذن الله طيب نشتغل يلا قبل ما اشتغل لازم افتكر ان فيه هنا اتنين هو انت حافظها وبتكتبها وخلاص لا احنا قلنا دي سنائية سنائية القاعدية اولى سنة وكيميا بلاش اولى سنة وكيميا اولى اعدادي مجموعة الكابريتات السنائية واخد اتنين هيدروجين يبقى دي يتمعليش السنائية لازم احط هنا اتنين يلا نشتغل اتنين ان ايه ها واثنين ايه بي ار نشتغل هنا كده اتنين اتش وهنا من وقت ايه السوقفور طيب عايز تعمل ايه مصدر والراحة خلاص كده هنا اتنين بي ار ها اولا في قاعدة معروفة هنا ان السوديوم ها يتقدم للكابريتات وقت كان ها يبقى الوقت هنا اتنين ان ايه اتنين ان ايه خلاص مع كابريتات اللي هنا يبقى اتنين كابريتات سوديوم طيب اه قبل ما نعملها عايزين نشوف كابريتات السوديوم يبقى اتنين او سوديوم ان ايه هنا اتنين لان احنا قلنا دي سنائية خدت اتنين ايه سوديوم يعني السوديوم هنا اتنين هنا لو حد سلح بقى وحطتها هنا يبقى المعادلة كلها غلط في غلط خلاص طيب هنا هناخد اتنين عمل مشترك والموجة بالاول اللي هو الهيدروجين والسالب اللي هو في مجموعة الهيلوجينات ايه في الاخل يبقى اتنين بروميد ايه ها هيدروجين بروميد هيدروجين تعالوا بقى المعادلة المكررة في ترات اربع امتحانات سابقة تفعل بروميد الهيدروجين مع حمد الكابريتيك المركز يعني المعادلة دي مهمة من بدايتها كده وبالراحة خالص مش مهمة عشان صعبة لا عشان فقى تكة صغيرة كده في الايجاب بروميد هيدروجين اتفضل يا استاذ اده بروميد الهيدروجين زائد حمد الكابريتيك مركز تشتوه السقفور ساهم عليه كونج طب وبعدين هنحط هنا اتنين كالعادة لان ده احد وده ايه سنائي يلا نشتغل بالراحة اتنين اتش ومجموعة كابريتات ها اتنين اتش واتنين بي ار اتنين بي ار حر طليق المراضي بيطلع جاري اتنين بي ار تو زائد ها عندي هنا بالراحة كده نفكر في البقاء هنعملها ازاي انا عندي البروم خلاص طلع طيب الكابريتات شوف المنظر هنا هيديني زرة اكسوجينة وزرة اكسوجين هنا اكسوجينة وهنا ايه زرة اكسوجين معادلة جميل وانا لطلقوا فاتك ها يبقى ده مية وده مي يعني جزئين مية اه تفضل يا استاذ اتنين اتش تو او اده مي زائد ما تبقى ايه اس او او تو يعني ايه اس او او تو معليش اس او تو غاز ثاني اوكسيد الكابريت له رائحة نفازة سجلوا ديه في الزاكرة عندكم لانها مهمة يبقى طلع عندي ايه اس او تو يبقى ثاني اتنين اتش ها واثنين بي ار اتنين بي ار طلع لوحده خلاص ابخرة من البروم الابخرة البرتقالية برتقالية حمراء خلاص يعني خلط من اللون من البروم طلعت الوحدهية هزي الابخرة ها بص بقى الاس او فور بسط على هيدروجين هنا وهنا ده محتاج زرة اكسوجين وده محتاج زرة هيدروجين دي ادت لوحده اده مية وادت لوحده اده المية التانية يبقى اتنين جزئ مية ها ما تبقى اس او تو غاز سانوكسيد ايه الكابريت خلاص اخر معادلة النهاردة في حلقة النهاردة تفاعل بروميد السوديوم زائد نطرات الفضة اي جي انه اسري خلاص طبعا دي احادي وده احادي ما فيش اضافات في كسر الرابط على طول و اي جي موجب وانه اسري سالب الموجب والسالب ده مهمة يا جماعة في الكسر ليه لانه زي ما بتلكوا الموجب لازم يتحط الاول يعني السوديوم الموجب يتقدم للنطرات يبقى الديني ان ايه انه اسري خلاص ترتيب طبيعي الفضة هيتقدم للبروم يبقى اي جي بي ار اي جي بي ار دي كان اخر حاجة النهاردة في حلقة النهاردة ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا خلاص وتعمله مشاركة ليه زمالكو في الجروبات اللي معكم عشان كلنا نستفيد ونكبر القناة مع بعض ونستمر ان شاء الله في المراجعات المتتالية لغاية الامتحان ان شاء الله في الكيميا وفي الاحياء ونستمر مع الدفعات اللي بعد كده اذا شاء الله مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة الدميات الجديدة الى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته